باشرت قيادة عمليات البصر العسكرية بتنفيذ حملة امنية في قضاء ابل خصيب الذي يتسم بكثرة البساتين الزراعية والغاية هي مداهمة اوكار عصابات الجريمة وملاحقة المطلوبين قضائيا الى جانب التفتيش عن الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وتندرج الحملة المدعومة بغطاء جوي لادامة حالة الاستقرار الامني بعد ان حدت مثيلاتها من النزاعات العشائرية ومعدلات الجرائم حسب ما يقول العسكر العملية راح تبقى مستمرة الى ان نحاول انه نخلي عملية الاموان تكون مية بالمية وايضا الجريمة مستوها صفر في مدينة البصر خلال الشهر الواحد انخفض عدنا مستوى الجريمة الى اقل ما يمكن وتزامنت الحملة مع وصول تعزيزات عسكرية تمثلت بارسال القائد العام للقوات المسلحة قوة آلية الى البصر مجهزة بالدبابات والمدرعات لاسناد القطعات الامنية وقد دخلت الميدان فور وصولها الى المحافظة القطعات اللي عززنا بها فوج مشات آلي من الفرقة التاسعة وعملية المداهمة والتفتيش على المجرمين راح تبقى مستمرة الغاية من عدها انه اما نلقي القبض على المجرم او نقتل المجرم او يخرج خارج قاطع مسئولية عمليات البصر القوة المدرعة الجديدة يبدو انها حلت محل قوات عمليات الرافدين التي انسحبت بعد اعتراض جهات سياسية وفصائل مسلحة على وجودها في المحافظة مع انها جاءتها لسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة منها لكن الحكومة التي استجابت لمطالب المعترضين في حينها عادلت عن ذلك الان ولأسباب يبينها مراقبون قدوم القوات العسكرية معززة بالدروع هو لفرض هيبة الدولة وسيطرتها والدرس يبدو واضحا للطرفين للحجر الشعب والعشائر بان لم تعد هناك مبررات لابقاء على الاسلحة ورحبت السلطات المحلية بحملات الجيش التي ترمي لبسط سلطة القانون وفرض هيبة الدولة استخدام قوات لبسط القانون وحفظ الامن هذه مسألة ضرورية وخطوة ايجابية احنا باتجاه ان نعزز موقع الجيش وتؤكد قيادة العمليات العسكرية ان حتى المناطق التي خضعت للتفتيش سيجري تفتيشها ثانية وبدون استثناء بهدف ادامة حالة الامن والاستقرار التي فرضت في المدينة مؤخرا سعد قصي الحرة مدينة البصرة